القضية هي قضية مخابرات إرهابية ومافيا عسكرية هذه هي القضية وهذه هي اللي يزن فهمها مليح وأن المعركة مع هؤلاء وأنه يجب عدم لا طلب ولا الاعتماد على أن المافيا اللي قايمة اليوم ستقوم بحل مشاكل جزائري ما يقومون به هو ربح الوقت ما يقومون به هو الخداع هو الكذب الفقر يتمدد البؤس يتمدد الجوع يتمدد وهم يكذبون كل يوم أكثر في النهاية سينتفض الشعب الجزائري لكن نحن نريد ونفضل أن تكون تفاضة أحرار تفاضة سلمية تفاضة كرامة قبل أن تكون تفاضة جوع تفاضة الجوع خطيرة جدا لكنها على الأرجح نرى نرحل لهي نرحل لهذه انتفاضات الجوع إذا لم تكن هناك انتفاضات الكرامة والحقيقة أن هذا هو المرجح اليوم خاصة مع بروز هذا التخويف وهذا الترعيب وهذه السجون وتخويف خلى ربما الحركيين أنهم يخلوا شوية المكان والطبيعة لا تقبل الفراخ في لحظة معينة إذا لم يخرج الحراك يخرج جزائرين آخرين لأنهم خلاص الأمور وصلت للأعظم ولم يعودوا يقدروا ولا يستطيعوا البقاء على ما هو عليه وهم يرون بروباغندا مليئة بالكذب حديث وكاننا في سويسرا أو كاننا في السويد وكاننا راهي الأمور كلها كما كتبت بعض جرائدهم انتظروا الرخاء في الحقيقة انتظروا ارتفاع الأسعار انتظروا مزيد من المشاكل مشاكل السكن مشاكل العمل مشاكل في كل اتجاهات قليلين جدا لرهم مرتاحين أو ما همش ضايعين في جزائر اليوم قليلين جدا وهو ما زال الهروب بلا حدود والناس تهرب بلا حدود قليلين جدا